اليوم يمكن في شخص بيسأل مثل نسأل بلاطوس اليهود ماذا أفعل بيسوع اليوم لو في ناس عم بتشاهدك وهي الكاميرا قدامك دقيقة أو دقيقة ونص إذا ممكن شو الرسالة اللي عاوزة توصل إحنا منحب أهلينا منحب شعبنا منحب وطننا ومنصلي للرؤساء ومنصلي للوطن ومنحب الكل ومنحب شعبنا بغض النظر كل هاي الاختلافات احنا واحد معهم في الإنسانية ولاد آدم لكن برضو منحب الرب بدنا يعني يختبروا الحياة الأبدية هل فيك تقود شخص للحياة الأبدية اليوم نعم أنا بقود شخص لما بقل له إذا أنت مسلم لما تصلي لما تصلي وتصلي آخر شي توصل للتحيات المباركات الصلاوات الطيبات قل له بينك وبين نفسك يا رب هل أنت حي من أنت إذا أنت إله حي أنا بعرف المسلمين بيحبوا الله نظار بشكل رائع جدا نعم وبدن يعيشوا لأ الله بشكل رائع جدا ويعملوا كل اللي بيعملوا لأنه بيحبوا الله لكن مش الله الحي الحقيقي فأنا بوجه رسالة لخي المسلم إذا أنت بدك تختبر العلاقة مع الله تقدم لعند الله بقلب متواضع احترف بخطيطك قال له يا رب أنا خاطي وإذا أنت حقيقي تعال واغفر خطيتي تعال خليني اختبر أنه أنت حي أنا اختبرت المسيح لما إجا وقال لي أنا هو الطريق والحق والحياة لكن كثير أشخاص اختبروا المسيح لما قرأوا الكتاب المقدس أخي الكبير ما اختبر المسيح من خلال رؤية اختبر المسيح لما قرأ العهد الجديد لما قرأ المسيح وشاف أنه في كل صفات الإلهية أشخاص مسلمين بشمال لبنان وبجنوب لبنان وبيروت بلبنان وحتى اليوم بكندا هو لما أنا أخدم الرب أشخاص اختبروا المسيح عن طريق الكلمة عن طريق قراءة الكلمة عندي بدي شارك اختبار وحدة من الأخوات اللي اليوم أنا وياها نتلمز مع بعض هي كيف اختبرت المسيح لما بلشت تقرأ القرآن وسمعت عن صفات المسيح قرأت الإنجيل ولأت فيه إلى حياة بالإنجيل فقررت تتبع يسوع المسيح فإذا أنت بدك تعيش لأله بدك تختبر المسيح حي أو ليس حي اطلبه أولا اتواضع بقلبك واعترف له واقرأ كلمته فتش عنه في الكتب والله بيتعامل بطرق متنوعة لأنه بتتذكر عن الأخت اللي ذكرت عن صديق يقول هو مسلم قرأت القرآن فاعتنقته المسيحية غريب يعني الاختبار هذا أنه كيف الله تعامل معه الله ما عندهش طريق محدود الله بيتعامل سواء بصوت خافت معك بورقة مرمية في الزبالة على الأرض والناس بتدوس عليها بتقرأ اختبار شخص تغيرت حياة من خلفية إسلامية أو الله جاء شخصيا إلك في الغرف وشفت هذا النور الساطع وتغيرت حياتك وانت بتشهد عن هذا المسيح هو ليس مسيح المسيحيين هو مخلص العالم كله المسيحية والإسلام واليهود والبذية والصينية والملحدين هو المخلص الوحيد أخي ناد الله أنا بصلي الرب يباركك ويبارك خدمتك ويبارك كنيستك ويبارك عملك ويحميه وبصلي أنه كل عائلتك فعلا تيجي تختبر هذا الشخص العظيم يسوع المسيح وهي صلاة لكل مشاهد أنك تذوق حلاوة يسوع المسيح وعندما تذوق هذه الحلاوة لابد أنك بدك أكتر من شخص يسوع المسيح كل ما عليك افتح قلبك قل له يا رب ارحمني أنا بقبلك مخلص لحياتي بدعوك أنت ربي وسيدي وملكي يمكن موضوع أثار بعض التساؤل في داخلك إذا عندك أي استفسار أو أي سؤال من فضلك لا تضوع وقتك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا يسوع هو الوحيد اللي بيغفر خطياك وبيعطيك حياة أبدية بحب أسمع منك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر